كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية للممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد المجلس أصدر بياناً على خلفية الإضراب الذي شهدته عدد من المرافق النفطية صباح اليوم ووجهت مؤسسة البترول الكويتية بتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الإنتاج للوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من الإنتاج واجه مجلس الوزراء إضراب عمال النفط بقرارات مشددة وكلف الجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية المناسبة للممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها المجلس أصدر بياناً إثر الإضراب الذي شهدته عدد من المرافق النفطية صباح اليوم ووجه مؤسسة البترول الكويتية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الإنتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية وحث المجلس جميع العاملين في القطع النفطي على ضرورة تجسيد روح الشمولية والتضهية والتعامل الإيجابي المسؤول في تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن المجلس تابع ببالغ الاستياء النتائج السلبية المترتبة على الإضرب كونه يستهدف تعطيل العمل في المرافق النفطية الحيوية كما استعرض البيان الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مؤسسة البترول على مختلف الأصعدة للتعامل مع تداعيات الإضرب سواء على الصعيد القانوني أو في مجال تعويض نقص العمال لضمان استمرار الإنتاج اليومي وجدد مجلس الوزراء تأكيده على احترام الحقوق الدستورية في خصوص الحريات العامة ووسائل الحق في التعبير وذلك في إطار الحدود التي رسمها القانون والتي يخرج عنها الحق في الإضراب نظرا لما يترتب عليه الإضراب أو الامتناء عن العمل من أضرار جسيمة للمصلحة العامة وأضاف البيان أن البلاد تشهد ظروفا اقتصادية حرجة جراء استمرار تدني أسعار النفط وما يترتب على ذلك من تداعيات جدة في الوقت الحاضر والمستقبل تستوجب من الجميع تجسيد روح المسئولية الوطنية وتغليب المصلحة العليا على المصلحة الخاصة من جانبه أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي أن سير عجلة إنتاج الغاز في موقعي الشعيب وم الأيش على أكمل وجه حيث يتولى منتسب الحرس الوطني على مدار 24 ساعة عمليات التشغيل ومهم الأمن والسلامة